إذاعة صوت المرأة الحوار برنامج يعالج قضايا النساء على إذاعة صوت المرأة إذاعة صوت المرأة أهلا بكم مستمعي مستمعات إذاعة صوت المرأة في عدد جديد من برنامج الحوار برنامج الحوار اليوم سنتكلم عن تقييم الأعمال الرمضانية والحديث عن أدوار النسائية في مختلف الأعمال الدرامية لهذه السنة يحضر معي في الأستوديو أناقض المسرحي والفني محمد لامين بحري أسباح الخير محمد لامين السلام عليكم أسباح الخير مرحبا بك ومرحبا بالتاقم الحصة هذه وبكل المشاهدين المستمعين شكرا لك إذا محمد لامين اليوم سنتكلم عن تقييم الأعمال الرمضانية لهذه السنة كيف تقيم كنقد فني وأدبي كيف تقيم الأعمال الرمضانية لهذه السنة في الحقيقة لا يوجد حكم نهائي أو هكذا جاهز أو علبة أحكام حول دراما رمضان وإنما هناك أنه ممكن نسجل عدة ملاحظات في مجالات متعددة لأنه احنا شفنا في دراما رمضان أشياء تخص الإنتاج أشياء تخص الإخراج أشياء تخص التمثيل أشياء تخص التلقي أشياء تخص الجمهور في حد ذاته ونوعية الجمهور أيضا وهذه إشكالات متعددة يعني لا يمكن أن نتطلق عليها حكما واحدا إنما كل واحدة تقدر تقيمها بمعزل عن الأخرى لأنه قادر ينجح الممثل يفشل كذا نجاح هنا وفشل هناك ولكن هذا هو العمل هذا هو التجريب إذا صحة تعبيره إلى ماذا يرجع يعني في رأيك غياب الحبكة وتسلسل في السيناريو هات الجزائرية هل هي أزمة نص يعني سيناريو أم أزمة إخراج شوف ربما الملاحظة هذه ملاحظة غياب النص أو عدم قدرة النص على فرض نفسه في العمل المشكلة الأولى لأنه في الخلفية في الكواليس لما تكلموا على نص تكلموا على كواليس العمل النص لا يبدأ من خطاب الممثلين بل يبدأ من لحظة اختياره الكاستين إذا أنت فشلت في اختيار النص المناسب للعمل أنا أعتقد أننا نتكلم هنا في سياسة الإنتاج سياسة الإنتاج تبدأ من مشكلة تختيار النص برزونا إشكاليتين إشكالية اعتراف بعدم وجود نص مناسب وإشكالية العمل على أي نص أنا أعتقد أنه نحن من ناحية سياسة إعداد دراما رمضان عدنا مشكلة أخلاقي أصلا كيف مثلا عدنا بعض القنوات المهمة تدخل بعامل يعني المهمة المنافسة لا أنت تحس أنه العمل هذا قد مولي المشاركة من أجل المشاركة وهذه وش أعطاتك أن المهم نخدم على النص على ما هو موجود من النص لا يهمه قيمة هذا النص المهمة الشيء اللي لما تسأل هذا المنتج المخرج لماذا اخترت هذا النص يقول لك هذا هو شيء المتوفر وكأننا نسمع هذه العبارة تعي الشارع هذا القماش هذا وش كاين وكاين نوع آخر اعترفه بعدم وجود نص مناسب وراحوا للإستيراد وهنا وقعوا في مشكلة آخر يعني الشراكة أو الاستيراد نص أخرى نصوص من دول أخرى هذه ليس عيبة في الحقيقة أن تستورد نصا يعني أنت لست ضد استيراد نصوص جاهزة لا أبدا لا أبدا هذه ما موجود حتى في هوليوود يستوردوا يعملوا شراكة المشكلة فقط وين يكمن في نوعية النص الذي اخترته هلأ اخترت تبقى المعيار في ترشح المماثلين المناسبين نعم أنت رح تستورد نص رح يحضر شراكة مع شركة أجنابية ونص خارجي هل اخترت النص المناسب أم الشريك هو الذي فرضه عنك أم أنك رضيت فقط المهم أن يكون لا يكون جزائري قيمة النص مطروحة بحدة هذين المشكلين هما اللي تفرعت عليهم جميع مشاكل الإخراج والتمثيل التي ستلحق فيما بعد لكن المؤال المشاهد الجزائري مشاهد إلا الممثل والآداء وحصل فيه كل شيء مسكين هل نستطيع القول أنه هذا النصوص أو السيناريو وهذه الجاهزة تعبر عن الواقع المعيشي في المجتمع الجزائري يعني هي نصوص تقريبية تنقل الواقع الجزائري أم شوف أنا لا أتكلم عن الدراما هي نقل الواقع لو يصبح الريهان هو التعبير عن الواقع الجزائري لا صار العمل محلي الريهان محلي أنا نشوف أبعد من هذا أنا أتمنى أن يكون الريهان الدراما الجزائرية ريهان عالمي ريهان تنافسي يعني ماشي غير نفوتها في رمضان باش نبكوا بها الشعب ولا نأثروا عليهم ولا نحكو لهم على مشاكلهم لا لازم تعود تنفس القنوات الأجنبية وتنفس على مستوى دولي كل شيء هذا على مستوى عالمي نعم وتأخذ جوائز أيضا عالمية أنا ما يهمنيش الجوائز المحلية هذه نتاع أحسن نقنات وأحسن ممثل وأحسن كذا هذه أشياء محلية الشيء اللي ما فكرناش فيه أنه نسمعوا نسمعوا أحد خطابات والله ها غريبة ويقول لك أنا أنا أتأثر بي الشعب وأتأثر بي كذا وأنا درت خطاب أثر في الناس لكن هذا العمل لو أنت ما فكرتش لو يعرف الصين أو اليابان أو أمريكا أو كذا خلينا نعرضه فقط على مستوى يعني في العالم العربي يعني أو المغرب العربي هل هناك ثلاث إشكالات هناك لا أعتقد لا أعتقد لأن الأعمال مو غالة مو غالة في محليتها في دائرتها الضيقة خاصة الدائرة اللهجية والدائرة شوفي تمثيل من المفروض يتجاوز مستوى الخطاب اللغوي يعني يعني هل هذه الدهجة تعطى برعاء نوضح وحد النقطة لا لا ما تكون في عاء أو منذ يومين منذ منذ أسبوع هناك مصراحية جزائرية باللغة الأمازيغية فازت في مهرجان دولي برومانيا شوفي مليه سؤال مطروح هل الرومانيين ولجنة لجنة التحكيم كانوا يعرفوا اللغة الأمازيغية على مستوى في مهرجان دولي أنا وش حبيت أن أقول لك هنا وش حبيت أن أقول لك هنا أنه إذا كان الآداء التمثيلي وهو مستوى من نسوية تجاوز النص إذا كان آداء التمثيلي هو لغة فنية يعتمد على لغة فنية لا يهمني بأي لساني أن تقطع لأن الأساس لغة التمثيلي بارك الله فيك مستوى التمثيل ليس في لغة اللسان المتكلم به وإنما في لغة الآداء لأنك هنا لا تمثل مجتمع محلي بل تمثل نموذج بشري يعني رسالة فنية واضحة إنساني 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 يعني مهما كان الإنسان هذا يكون أسيوي إفريقي أوروبي راح لما يشوف إنسانية الإنسان تتجسد في إشكالاته على مستوى الآداء التمثيلي راح يفهم هنا ما تصبحش اللغة أو اللسان عائق بهذا الإشكال إحنا وقعنا هنا إحنا ما تجاوزناش هذا المشكل وربما أنه اختيار الممثل المناسب مع النص المناسب هنا وقعتنا إشكالية تتمثل في ماذا؟ نحن كمتابعين أو المتابع المتخصص خاصة المتابع المتخصص يعرف الفنان ويعرف قدراته مليه ويشاهد دوره كيفاش تصرى ماذا وقع له حينما أدى الدور الفلاني أنت تصبح في هذه المشاهدة تصبح وكأنك في حالة شوزيفرينيا تلاحظ ظاهرة انفصام شخصية يبان لك بأن هذا المثق دينفص ما على شخصيته أنت كلنا نعرف سيد أحمد أقومي صح أو لا؟ صح ما شاء الله واحد ما يقدر يشكك في مستوى هذا النجم الجزائري لكن الاعتماد على النجومية هذا المماثل في غير محلها قد تؤدي إلى كارثة شفناه في عام الباك يعني هل سيد أحمد أقومي اللي في سيد كوم تعامل باك هو سيد أحمد أقومي الذي نعرفه في أفلام وأعمال كبرى لما تتفاجأ يعني أنت تتفاجأ ممكن هذه الإشكالية ترجع دائما للنص وغياب الحبكة في السيارة لا لا النص زائد اختيار الممثل للدور مشكلة اختيار هذه مشكلة إخراجية تماما محمد أيضا نلاحظنا في بعض الأعمال الرمضانية مسلسلات كالجريح أولاد الحلال مشاعر مشاهد من العنف الضرب التحرش يعني كل هذه الظواهر الاجتماعية يعني بين القوسين هي أفات متفجشة أكيد في المجتمع الجزائري هل هو تكريس للعنف وجعله أمر عادي يعني تقبله في الدراما أو فقط لملء فراغات في سيناريو وتخفيف اللعب على الفراغات ولا الهافوات الإخراجية أبدا أنا أرى أن العنف لغة من لغات الدراما نحن نشوف العنف في أعمال الغربية أكثر من نحن في عصر العنف بامتياز نحن عصرنا وعصر العنف والإنسان بطبعه إذا عرفناه الإنسان كإن دموي كما عرفه ريني جرار ما قال لكش الإنسان هو مفكر والإنسان محاكي كما قال آريستو الإنسان كإن عنيف الإنسان كإن دموي يستطيع أن يرتكب كل شيء الآن نحن نشاهد جميع أنواع الجريمة في المجتمع مع ليش هذا ليس مشكلة بالنسبة أنا لا أرى هو مشكلة إطلاق أن تمثل العنف لكن أن يكون العنف عملي في العمل أي أن يكون فيه مبرراً فنياً لأنه لغة من لغات الخيطاب نهاري يولي العنف ما عندوش تبرير هذا هو المشكل أنك تعمل العنف في غير غاية فنية أن يكون مثلاً لغاية أخلاقية هذا مشكلة أن يكون العنف عنده غايات أخلاقية وليس غايات فنية هنا ما يكونش مبرر مثلاً أعطيك مسلسلة مشاعر هذا عسلي نبيل أن يطلق النار في كل مكان دون أن ينطق أي كلمة يعني هنا غير مبرر غير المبرر يعني صراحة حتى حتى لما نرجع الواقع حتى شوفي أنها دراما تلعب في الفيليات على مستوى الفي آي بي فبعد هوا كأنه النيانس بينما يشاهده المشاهد وما يعيشه ومش بشرط معنا ما عليش أعطيني الإكزوتيك لكن أن تصبح تسير في الشارع وتطلق النار على كل من يقابلك بدون أن تبرر يعني مشاهد غير تبرر لأن الكلام لا يتكلم يطلق النار ومن يتكلم معه يطلق عليه النار وراح يمشي يطلق النار ترجع دائما إلى مشكلة ربما كان إطلاق النار هو اللغة الأقوى في مسلسل مشاعر طخ 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 حتى النهاية سؤال ما مبرر ذلك ما كانش يتكلم هو كان يطلق النار وكانه كلام هو إطلاق نار وثاني أيضا أن كلمة مشاعر لما يسمعها المشاهد مباشرة يروح ذهنه إلى باطن الإنسان يعني إلى الجانب السيكولوجي أحاسي إلى سقارة المستوى الداخلي المفروض هنا تكون شخصية مدورة نسموه شخصية استغوارية يعني يصبح المشاهد داخل غايص في نفسية هذا البطل وهذا هو الغاية من البسيكو دراما عن تعبير عن مشاعر الداخلية للبطل لكن احنا عكس هذا شاهدنا مظاهر يعني حاجة خارجية علاقة لممثل بالعالم الخارجي أكثر من علاقته بالعالم الداخلي يعني العنف فقط يعني نقل المشهد فقط شوف شوف يعني أنا تكلمت على التمظهر يعني مظاهر صناعة المظهر وليس صناعة المخبر أو الباطن وانت تتكلم عن المشاعر المشاعر المفروض نغوصه في أعماق النفسية للإنسان للأحاسيس للخواطر للدخيلاء النفس الإنسانية هنا تصبح المشاعر مبررة وليس تصبح علاقة الموثل لأن الموثل هذا شخصي يعدى عالمين عنده علاقة بعالمه الداخلي وعلاقة بعالمه الخارجي إذن الكاميرا ستروح إلى جهتين كاميرا تسلط على العوالم الداخلية لنفسه الإنسان وكاميرا مسلطة على علاقته بالناس الآخرين أو علاقته احنا شفنا في هذا المسلسل علاقة واحدة وهي علاقة هذا البطل بالعالم الخارجي دون معرفة بعالمه الداخلي يعني حتى إذا كنت عنده مشاعر ما ممكن ما تصلش للجمهور أو للمشاهد هو ما يجعل ما يجعل المفروض تكون هذه علاقتك بالعالم الخارج تقتل في الناس ما عليها شقتل الناس وديره وش تحب لكن يكون عندها مبررة في عالمه الداخلي يعني أنا لما نشوف العالم الداخلي الممثل نعود مبرر عارف على وش رح يقتل في هذاك الإنسان والله لأنه هذاك القتل هنا لما نكون في البسيكو درام وشو نسموه محنا الدرامة النفسية يصبح علاقته بالعالم الخارج هي رد فعل العالم الداخلي ينعكس على الشيء اللي عايش سمعه أصلا الفعل العالم الداخلي وعلاقتك بالعالم الخارج يقعه رد فعل ما هو نفسي وما هو واقعي هنا نبررها بس عندما تصبح تخ 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 هكذا حالات لإعطاء صورة إيجابية ودفع لأمام المجتمع يعني خاصة أنه شفنا العنف ضد المرأة في مسلسل أولاد الحلال شفنا في مسلسل الجريح المرأة المعنفة من قبل زوجها التي هجرت من قبل زوجها يعني في الكثير من الحالات لتعطي دائما صورة سلبية للمرأة شوفهم الليح هنا في هذه النقطة تتكلمي عن المضمون عن المحتور بس هذا المحتور هلما تعلق بشكل لما تتكلمي عن عنف المرأة وتتكلمي عن الصور هذا كتاب البي ونشوف هذي هنا لما يكون في المضمون فقط أنا سمي هذا مستوى إخلاقي لغة الصراخ الصراخ في الدراما الجزائرية معروف لكن حينما يكون نحاول نبره ربما شفتي حتى نحن ما عشنهاش ربما الفترة هذه كنت مسلسل حريق محمد للعيني للعيني كانت تصرخ بشكل فني لاحظ كان وصل لكل اللي تفرج لأنها هي أصلا المرأة المقهورة المقهورة أو المهجورة أو المحقورة إذا صح التعبير وكان عندها رد فعي القوي تجاه الآخرين هنا كان صراخ مبرر مئة بالمئة نعطيك نوع آخر من الصراخ فريدة سابونجي سابونجي تاع الحامات القاسية والحمات أيضا هذا كدور مناسب جدا الصراخ في حالة أولاد الحلال أعتقد أنه صراخ غير مبرر لأنه ربما فات إلى مستوى أكثر من 50% أكثر من 50% وتوزع على جميع الشخصيات لما يكونوا جميع الشخصيات يلعبوا في دور واحد هنا كاين مشكل يعني نفس الدور تمثليه نزيد نكرره أنا يزيد يكرره البطل يكرره الآخر يكرره الآخر يكرره الآخر الآن ما نعمل كلنا لعبوا في دور واحد وكلنا عندنا نفس الرياكسيو كلنا عندنا نفس الموضوع مشكل هنا وأيضا عندهم مشكل آخر البطل المركزي أن الشخصية كلها متعلقة ببطل مركزي ومشكلة مركزية البطل نحن ما فهمنا هاش في الدراما والله أنا لم أفهم أن تكون اللغة عمودية مش معناها مشاهد عمودي مشاهد عمودي معناها التركيز على شخصية البطل وحده دون غيره التركيز على البطل وحده رح يلغي معنا المشاهد الأخرى صح لو كنديروا مثلا ننقيسوها ننقيسوها بالكورونو نسبة ظهور الممثل البطل في الكادر تاع الشاشة بالكورونو كي يبدأ نلضع الكورونو ينتهي مشاهده نحبس البطل أنا درت هذه الحركة وهذا هو السؤال هل تشوف حضور متوازن بين الأدوار النسائية والرجولية أو الذكورية بالأحرى في مختلف الأعمال الرمضانية هذه السنة كيف تشوف نسبة حضور المرأة في الأدوار في الأعمال الرمضانية مليحة هذه الأمر بعيدا عن أولاد الحدال أكيد نحن رح نحكو بشكل عام يعني كل المحسلات الدرامة لأنه ربما المرأة لا أدري كيف تم تعامعها نحكي لك على مشاعر نحكي لك على الجريح نحكي نعم كان فيها حضور كان فيها حضور حضور مكثف ولكن دائما الخلل في الطريقة العمودية ما كانش شراكة يعني ما كانش اشتغال على مستوى الأفقي ما كانش يعني تعويم تعويم يعني ممكن المرأة نشوفها في مشهد أو اثنين لا تعويم الحبكة على جميع مشاركة لجميع عمل فريق مش بناش عمل فريق متكامل إيه أنت لما تركز على عامل واحد ممكن أنك ترتكب كاريثة ممكن أنه هذا البطل اللي ركز استعمل فيه سببت له ضغط زائد هو متوع تعرضت لي هسارة نعم نعم تعرضت إلى ضغط زائد أفقادها القدرة على تمثل الدور أنت رح تشتغل كـ 20% وجميع الفنانين رح يخدموا كـ 20% هذه مشكلة مشكلة وأنه يصبح هنا الممثل ونحن نعرف قدرات هذا الممثل ما يقدرش يتحمل أكثر من 60% ممكن نعم كيف توزيع أدوار الطريقة العمودية ليست طريقة نقدرونها في فيلم طريقة العمودية لأن طبيعة الفيلم تستوجب ذلك لكن دراما بطبيعة هاتفيلة يعني سلسلة خلقات من 16 إلى 20 حلقة فما أكثر شيء متعب نعم شوف يمليه لما يقول 16 و20 حلقة و30 حلقة هذا الاستغال يفرض على الدراما أن يكون عمل أفقي نعم لازم يكون هناك عملتع فريق لمساعدة البطل ما شيء البطل الذي يعمل بمعزل عن الفريق وخلي وخلي صورته عد مشاهد صورة واحدة أنا أقول لك صورة مبهاما خاصة أن المشاهد أصبح يفكك ويحالل واحد في مختلف أنا بكل بساطة الممثلة سارة الإعلامة لا يمكنك تتحمل هذا الدور مما جاء على جاء كل أحيانا نشوفها سيكون تستعمل التصنع في الدور يعني ما هيش هي لتتمثل ما كانتش طبيعية نعم ما كاش عفوية ما كاش تلاقة هو كما كما يقولوا في لغة التمثيل يجب على الممثل الممثل الحقيقي هو الذي لا يمثل ما معنى هذا أن تكونوا ممثل ما يدخل في الدور إنها أنك تدمج تعيش الدور ما كاش تتمثل تعيشه ما تخليش فراغ أو نيانس بين شخصيتك وبين الدور اللي رك تأدي فيه ما كاش تتمثل هنا رك تعيش في الدور أما اللي يمثل ويدير هذا راه بداي بداي زي إذا كنت أنت سؤال نطرحه على الجميع إذا كنت أنت ما كاش عايش الدور هذا كيفاش تنتظر من المشاهد أن يعيشه يتقبلك خاصة في الشاشة كبساطة أكيد باختصار حبيت نسألك سؤال آخر من زاوية نقدية فنية دائما كيف يمكن الخروج من أزمة النصوص وسيناريوهات الجاهزة في الأعمال المغتبلة أمس كنا في اجتماع هكذا حول مع مجموعة من المثقافين حول أزمة النص المفروض المفروض أن أوصيها على الثقافة الجمعيات مديريات الثقافة على المستوى والولايات يعملون نوارشات حول النص أنت تعرفين أنه في جائزة تعليم عاشي للأسف الشديد حجبت الجائزة الأولى للنص من بين لماذا يرجع هذا السبب من بين 28 نص 28 نص مرشاحة مغناش واحد يستحق المرتبة الأولى يعني أعطيات الجائزة حجبت الرطبة الأولى وقدمت ثانية والثالثة فقط لأنه لم يكن نص في المستوى كانت أزمة نص كبيرة الدراماتورجية في الجزائر تعاني لازم الناس لتفتولها ديرهم ورشات العهد نعم لازم ديرهم ورشات لازم جيبوا ناس أجانب لا هنا ما أخبر الاستعانة بالأجانب لتطوير القدرات أنا أقول لك لمدة سنوات لم أسمع بورشة تكوينية في كتابة النص صح الناس رحي غيرت هكذا وأغلبية هذه الأعمال التي تقدمت العالمية ما هيش نصوص مصرحية ولا نصوص درامية ولا شي يعني ما هوش نص أصلا ناس واحدة يقول لك هني نكتب في النصوص وهو مع البلوش رح يكتب صح ما كانش توجيه ما كانش تأطير ما كانش تخرج من المنافسة مباشرة معناها لا يوجد تكوين على مستوى لدراماتورجي في الجزائر صح هذي كتاب الدراما كتاب السيناريو هنا عدنا نقص ما العقدة إذا أتينا بأي ناس أجانب ونعمل للشباب هذا على مستوى المسارح الجهوية مثلا على مستوى المصرح الوطني ورشة تكوينية في كتابة النص لا تكلف شيئا تكلف كأسبوع ما شي حاجة وأدعو من هنا من هذا المنبر ربما أدعو مسؤولين تعالي الثقافة والمصرح الوطني بالمرافقة مع مصرح الجنوب بالمرافقة مع مصرح الهوات مع مصرح المحترف يديروا ورشة لكتابة النص لماذا؟ أكيد نحن كاملا نبقى دائما في نقل انشغال و في نقل انشغال وأراء الأشخاص اللي طالبوا بضرورة وجود ورشات وندوات خاصة بالسيناريو وكتابة النص إذن في الأخير حبيت سؤال ختامي أعطيني ثلاثة أسماء تشوفها بارزة أو برزة كموهبة في الأداء في هذا الأعمال الدرامية ربما نعطيك هذه الأسماء خارج أداءهم في الدراماة على رمضان لأن شوفي لازم نفرح أنا أكيد أخذ الأسماء لأذف لتحضورها في دراما رمضان هذا العام عن أسماء أكيد كانت بارزة حتى لو أنها ممكن كانت أدت أدوار ثانوية لكن كانت كان عن أسماء تفضل في الحقيقة عدنا موثلين بارزين ولكن ممثلات 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 والله ما شفت أنا ما خليش في نيجاتي في محمد ما عليش ما عليش ما عليكها بالبي ما عليكها بالبي يعني معروفها من قديم أنها تمثل هي يعني دورها كان شفت أنا بل نوعا ما مناسب مناسب تشتغل براحة تشتغل بطمأنين هل يرجع هذا لخبرتها ولا أنها تمرسها ولا أنها كانت عندها المشاركة في أعمال سابقة ولا أكيد خبرة تلعب دور ما عليك ما تتخلعش بالأدوار ما تتخلعش كما شفنا بعض الأسماء لما يقع عليها الضغط تعامل بها بكل الرياحية وهذه خبرة بالنسبة لها ربما في دور ثانوي أنا عجبتني واحدة الممثلة في دور ثانوي صغير يعني نقدري أش سموها لوبنا نوي في مسلسل في واحدة المسلسل هناك ستكون أعمال باك إذا هنا نرسل إلى ختام برنامجنا اليوم شكرا لك محمد لمنه حليك كنت حاضرا معنا اليوم إلى لقاء في عدد قادم شكرا على الاستضافة والسلام عليكم إذا عالي خوت المرأة